وَلِيَكُمْ رَبًّا وَلِيًّا وَنَصِيرٌ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ يَا بَصِيرٌ وَكَثِرًا خَيْرَةِ هَذَا الْفَلَّدِي وَرِزْقَهُ وَالْتَجْفِهِ عَنَّكَ دِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدين الكرام المتابعون لقناة مسجد توبى الجامع نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم اللقاءات والبرنامج اليوم نستطيف ضيفا كريما من المدينة المنورة الشيخ مولود أحمد عبد العزيز الشيخ المربي الذي له علاقات وطيدة مع المسلمين في السنغال وخاصة مع توبى الشيخنا الفاضل نرحب بكم في هذا البرنامج الذي نستطيف به فيه ضيوفنا الأعزاء واليوم نستطيفكم لنجري حوارا قصيرا السؤال الأول أنتم جئتم إلى قوبى لتوطيد هذه العلاقات نود أن نعرف شيئا عن علاقاتكم مع هذه المدينة وعن زيارتكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين أولا أود أن أعبر عن أن الإنسان في طوبة لا يكون غريبا ولا يكون ضيفا وإنما هو يعني يشعر بما يشعر به الإنسان في بلده وبين إخوانه لأن رابطة الإيمان إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها حيث ما وجد الإيمان لا يكون الإنسان غريبا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوقى شح نفسه فأولئك هم مفلحون فهذه الصفات القرآنية إذا وجدت في دار فالمؤمن لا يجد نفسه فيها غريبا فلذلك الإنسان في طوبة يعني يشعر أنه ابن طوبة سواء كتب له زيارتها مرات أو مرة واحدة نشكركم ونعرف اهتمامكم بالحياة الروحية وبالتصوف ونود أن نعرف نسألكم عن أهمية التصوف والتربية الروحية في حياة المسلم في هذا الزمان حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان كان السؤال عن الإحسان هو السؤال عن التصوف فكل مباحث التصوف هي داخلة في الإحسان مراقبة ومشاهدة لذلك التصوف هو جزء أصيل من تراث هذه الأمة ومن نظر إلى ما ألف في التصوف من الكتب يجد أن المكتبة الإسلامية غنية بمراجع في التصوف منذ عهد الحارث بن أسد المحاسبي إلى آخر الإصدارات المتجددة في يومنا هذا فضل الشيخ نعرف أن هناك علاقات روحية قوية بين الصعب الشنغالي والصعب الميتاني في شكل خاص بين طوبة والصناقة فنود أن تحدثنا قليلا عن هذه العلاقات الروحية العلاقة بين الشعبين ليست علاقة بين الشعبين إنما هو شعب واحد فهم تداد هناك وهم تداد هنا إذ المشتركات أعظم من المتفرقات فهناك الإسلام وهناك المذهب المالكي وهناك طريقة الجنيد السالك وهناك عقيدة الأشعري هذه المشتركات نسجت على طول الزمان وكره علاقات وطيدة فلا تجد سندا علميا إلا يمر بمشايخ من ضفتين نهر ومشايخ من هنا ومشايخ من هناك فرحل الطلاب العلم إلى العلماء من الفريقين ورحل طلاب الزاد الروحي إلى العلماء الربانيين من الفريقين ظهرت مدارس في موريتانيا لها مريدين في سينيقال وظهرت مدارس روحية في السينيقال لها مريدين في موريتانيا والشيخ أحمد بنبا رضي الله عنه يمثل هذه المعنى يعني لأنه يضم سنده العلمي كثير من المشايخ الموريتانيين وسنده الروحي كذلك ولما قام في مقام الإرشاد قصده الموريتانيون وتتلمذ على يديه ومدحوه بالقصائد الطنانة الرنانة وظهر نفعه في البلاد والعباد هنا وهناك وهذا حقيقة الإسلام الإسلام لا يرتبط بموطن ولا زمان ولا مكان فهو عابر للأزمنة والأمكنة وكلما كان الإنسان وارثا كاملا كان سراجا منيرا لجميع أفراد الأمة المحمدية والشيخ أحمد بنبا له تلاميذ في الحجاز وله تلاميذ في لبنان وله تلاميذ في أسقاع المعمورة وهكذا يكون الوارث الرباني شكرا والسؤال الأخير سماحتكم زرتم الجامعة مشروع المجمع الكبير كما زرتم المسجد الجامعة والمكتبة وقد وجدتم في هذه الأماكن شبابا يهتمون بالعلم وبنشر العلم وبالخدمة فماذا تنصحهم ونصائح التي يمكنكم أن تقدموها إليهم نصيحة هي أن يمثل بين أعينهم سيرة الشيخ أحمد بنبا رضي الله عنه فقد كان مداره على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفرع منهما من علوم وحقائق في السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى فإحياء هذه المدرسة لا يكون إلا بالعلم والمثابرة عليه ودراسة منهج الشيخ رضي الله عنه في الاهتمام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتقوا الله ويعلمكم الله شكرا فضيلة الشيخ نسأل الله أن يمدكم بالصحة والعافية ويعيدكم إلى البلاد الحرمين سالمين غانمين بإسم الله يسفدنا بكم كشيرا وشكرا أردك الله أخير أرسل أخيرك أيها الإخوة المشاهدون الكرام هكذا ننتهي إلى نهاية هذا البرنامج برنامج اللقاء الذي كنا نستضيف فيه اليوم ضيفة الكريم وهو ليس ضيفا في طوبة كما قال هو من أهل طوبة ومن مشايخنا الكرام وقد استمعتب إليه ونستودعكم الله سبحانه وتعالى إلى لقاء آخر بإذن الله وليكم ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا من خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عنك دي ترجمة نانسي قنقر